فصل جديد دخلت الأزمة الإيرانية الأمريكية بإعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني عزم طهران رفع دعوة أمام القضاء الدولي بتهمة مصادرة واشنطن وديعة لطهران بقيمة ملياري دولار روحاني أعلن في خطابه أمام الألاف في مدينة كرمان عن إصراره على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا إلى أن تتراجع الأخيرة عن قرار مصادرة الودائع الإيرانية القضية قديمة لكن المحكمة الأمريكية العليا أحيت الموضوع حين أقرت في العشرين من إبريل الماضي أنه يتعين على طهران دفع تعويضات بقيمة ملياري دولار لأهالي نحو ألف ضاحية أمريكية سقطوا في الاعتداءات التي دبرتها طهران أو بدعم منها أبرز اعتداء كان التفجير الذي طال مبنى المارينز في بيروت عام 1983 ونفذه إيران مستخدما شاحنة مليئة بالمتفجرات الهجوم خلف ما لا يقل عن 241 جنديا في دقائق إيران آوت إليها أيضا منفذي تفجير المبنى السكني في الخبر بالسعودية عام 1996 حيث كان يقتن عسكريون أمريكيون غير أن حادثة احتجاز الرهائم بالسفارة الأمريكية في طهران عام 1979 كانت العنوان الأبرز لعدوانيات النظام الإيراني لواشنطن تصريحات روحاني ليست الأولى فوزير الخارجية الإيراني جواز ظريف كان قد دعا الأمم المتحدة إلى السعي لإقناع واشنطن بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وسبق ذلك اتهامات مباشرة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي لواشنطن بالعمل على تشويه صورة إيران على حد تعبيره واصفا لاتفاق الإيراني مع الغرب وما ترتب عليهم الرفع للعقوبات بالحبر على الورق